تبعي انه هيبقى مرار طافح مش طافح ده بنية البنيلة السكوبات الاودي ضمها يا جدعان سلام تعال نشوف الدنيا دي دي رزاق اوب ده بسايد القاسيدة كفر يا جدعان تعال نشوف القاسيدة ازاي الزفتة دي كزوا معا يا جدعان في شكل الشارع ده كده انا هقول لكم الشارع اللي شبه السلك المعيندي حرفيا لفوق فوق فوق الحرير اوب تعالوا انا نسيت اعمل حاجة الاختبار المؤتب بتاعنا يا جدعان احنا نسينا تبتعمل ايه هنا الراجل بسبول تبتعمل ايه عم بتقوله خط حتة كده عشان انا عايز يقنع الناس بحاجة صغيرة ادعك 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 كده قال لي ما مش حاسب ايه حاجة يا عم ادعك بس كله تمام ايوة كله تمام حطيلي على شعرك بقى كده بسح لي شعرك كده واثبط التانية طب انت عملت كده ليه عم محمد عشان ازبطلك بس حاجة صغيرة ان التركيبة دي مش فارجة هنا بقى بابدأ اصرع وابدأ انشط 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 عشان الموضوع خاد كيف دنيا كبيرة جدا بالتنشيط السلك دوت عشان يتنشط لازم ديلا كبيرة اوب تاني مشت كده دنيا كبيرة قوي كده مشتين زي ما انتو شايفين انا المشت الاولاني وانا بسلك الشعر والمشت التاني كده بقى امعلم علش عشرة جنيه كده اطارت انا مش هيحلك غير مدفعها لك موضوع خلصان قال ايه يا عم ماشي انتو بس يلا نشط ونزبط الدنيا وانا بنشط يا جدعان لقيت الشرق ايه التركيبة خلصة بقد عدة كمان وجبت مشت كمان ونشط نشط نشط وزبط الكلام كده جدعان التركيبة ديت بتحول الشعراية اللي شبه سلك الموعين الجربان دوت لشعراية فوق 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 الحرير واحد يقول لي انت بتبطر الخواطر انت بتجيب الناس ازاي تقول عزفين كده قولك ملكش دعوة انا عارف انا بقول لي الناس ايه والناس دي كلها بتقبلها من الكلام طب انت بتعمل دلوقتي يا عم محمد يا باش مهندس يا محترم انا بفصل لك بقى التركيبة من الشعر خالص وبفصصولك حتة حتة رغم ان انا لسا مشددش الشعر يعني دي المرحلة الاولى لسا مشددش الشعر عشان اشد القصرة بس انا بقول لك يا باشا انا بوريك التركيبة بتعمل ايه في الشعر بكلها موضة طبيعية طبعا زي ما انت شايف بطوط مسك حتة صغيرة ودعك قال لي اعمل الدنيا تمام وهم الناس مش هاجيبك الكلام ليه انا باشا لفتها على ايدي هو ببصوا عملاش الدهالة وكعمال عاملك انا مش شايف والله اجد انا ازبط لكو ازاي ان دي مش فارد اعمل لكو ايه تاني عشان ازبط لكو ان التركيبة دي مش فارد مش فاهم يعني احلف لكو على مصحف والمصحف ما فارد تعالوا بقى استنوا معايا دي المرحلة التانية بدبدأ نشد الشعراء والنشاطة كويس جدا ناس بتقول لي بقى ايه دي بتحمر فاروت الراس دي بتحرق فاروت الراس يا باش مهندس يا محترم تعال بص معايا بقى فاروت الراس بيضا شمع يعني فاروت شعرك لو فاروت راسك فيه قشرة تركيبة دي هتشلها لك فاروت شعرك لو فيها اي حاجة في الدنيا هتشلها لك واحد يقول لي ايه يا عم هوا سحر قول لك لا دي مقوناتها كلها طبعا تركيبة يا جدعان بقى لها فوق الخمسين سنة معايا من ايام والدي وايام جدا الله ارهمه تمام فما يجيش واحد مرس يكتب لي في الكومنتات يقول لي دي بطاص مش بطاص يا باش انا عملت لك كل ما يزبط ان التركيبة دي مش فارد وكل ما يزبط ان التركيبة دي مش مدرع للشعر هيقول لي ايه طب ما بقى هالك يا باش انا حر سر شغري ما فاش اطلعها البره اللي عايز يجي اعملها يعنيها الاتنين ليك فاروت الراس من قدام ما فاش اي حاجة الشعر هي زي الفل تمام؟ دعان اللي عايز يعمل التركيبة دي ينورني لكن تشتريها ممنوعة شعر قدامك انا حولته لك لفوق الحرير تعال بقى انا بخسر الشعر هي ووريك بقى بص الشعر انا بخسرها عاملة ازاي انا ولا غسلت بحميم كريم ولا غسلت باي حاجة انا غسلت بمياه دي جدا زي ما انت اشياء فانا لسه بنازل التركيبة من الشعر والشعر هي فوق الحرير بص كمية نعومة الشعرية عاملة ازاي? اكيد دي لو فرد مش هتطلع الشعرية بالنعومة دي كلها. انا اول حبرت قلتك بس ايه? وانا بخسر الشعر كمية النعومة والسلاسة اللي الشعرية فيها عاملة ازاي? زي ما انت شايف? يعني الراجل بعد ما هشنه بفوته من على شعره. وبعد ما خرس غسيل. تمام? مش هيصدق شكله. اقسم بالله جدعان دي مش فرد. ولا هي لها اي علاقة بالفرد. ولا لها اي علاقة بالكلام ده كله. التركيبة دي مش بتحب الايه? الاستشور والمكوى. عكس البروتين بيحب الشعر والمكوى عشان يتجد. زي ما انت شايف ان عملة اللي الشعرية فيها بتاعك كده لمدة اربع شهور. تمام? طبعا انا خلصت كده. بص بقى النعومة الجميلة بتاعتنا. بص بقى الشعرية وخامة الشعرية. وانت بعينيك الجميلة دية. تمام? هتقول الفرق. واحد هيقول لي مش هو الراجل. لا هو الراجل اللي كان قادة على الكرسي. تمام? بنفس الدماغ بنفس الشعر. بنفس السلك الموعين اللي الكسر فيه مشتين. تمام? بنفس السلك الموعين اللي الكسر بين نفسين. دي مش خامة الشعر اللي كانت في الاول. تمام? لكن انا حطيت التركيبة حولت الشعر. يعني مش حولته ايه? انا حطيت شعر تاني مكانه. التركيبة خلت فيه شعر تاني مكان الشعر اللي كان موجود. انا مش هكتب عليكم. مش هحط حاجة تضر الناس. ونزلت الفيديو قبل كده اللي انا عملتها النفسي. مش هضر حد يا جدعان. طب عزاني حافظ على التركيبة دية تعال اقول لك نعمل ايه? اي شوية زيت عندك او اي كريم باشا انت تحط شوية صغيرنا على ايدك. تمام زي ما انت شايف كده? تحطهم على شعرك. طب ليه باشا? عشان دي موضة طبيعية عبارة عن زيوت طبيعية. كل ما هتغزي الشعر. تمام? وتغزي الشعر كويس. وتغزي. تغزي الدنيا كويس. التركيبة تقعد معك اكتر من مرة. تمام? تقعد معك اكتر من شهر. الراجل دوت عملها قبل كده وقعدت معك خمس شهور. تمام? مش مصدقيني هيقولك في الكومنتات. تمام? الزيت دوت يا جدعان اهم حاجة. تحط زيت على شعرك كل يوم. وتغسل شعرك باي نوع حمام كريم. اظن ان ما فيش هاد يأمل مشتة ده. وما فيش اي اثبات ان الشعرية بقت فوق الحرير قدامك زي ما انت شايف كده. اجدان انا المحتوى لها بحل مشاكل الشعر بتاعت الناس. انا هنا موجود بحللكم مشاكل شعركوا. في اي حد عند اي مشكلة في شعره او في وشه. تمام? يسيبلي في الكومنتات وبعتلي على الانستة. وسيابلوكم لونك الفيستة. مش فاهم يعني ما فيش اثبات ان التركيبة بتاعتي ما بتعملش نتيجة. وانها مش فرد وكل الكلام ده اكتر اكتر من اثبات الفيديو ده ايه? فيديو خمس دقائق ونص او ست دقايق انا بقول لك وبثبت لك فيه. كله تمام يعمل الحاج كله تمام.